كبير للعسكرية أنا مشاركة عن نصيحة بس أنا مش بيضة مش بيضة أنت أخلي بشي تفضل أنت الكلب يا أكيد يا أخوات حاشرح لأشياء خلصة وهالمرة حأكدت خلصت وفشلت طبعا دارسنا لهذا اليوم كيف لقنا نصفي صورة بالفوتوشوب ونضيف عليها ألوان جميلة بالنسبة للمبتدين طبعا أول ما نفتح الفوتوشوب رجعنا مع سيد المفاهيم يشرح سياسة الملمة العجيب الحقيقة هاي مو سياسي هاي عبارة عن مجموعة من السياسات اللي بتتخذها دول وحكومات وأحزاب لتلميع صورة السودة وتغيير وجهة نظر المجتمع الدولي إلى وهذا الشي ممكن؟ بل أكثر من ممكن تقسم هذه السياسات إلى عدة أنواع رئيسية النوع الأول هو التخلي عن حليف سمعتم مش ولابد فتلجأ الأنظمة الدكتاتورية لهذا الحل مع بداية تشكل الأزمات فتظهر بمظهر أنه هي حبابة وغير رعية لمصالح معادية للمجتمع الدولي أبدا ومنشوف هذا النموذج مع دولة مثل السودان يلي سلمت كارلوس أو لبنان يلي سلمت الجيش الأحمر دياباني أو سوريا يلي سلمت بزمانات الزعيم الكردي عبد الله أجلان يا رطيف شو زاكرتنا ضعيفة يا مستر كونسوبشن؟ مشكلة النوع الأول أنه لا يدوم غالبا بيضطر بعد فترة يلجأ للتغييرات الداخلية ايو شو هي التغييرات الداخلية؟ هاي مثلا لما بتم اتهام نظام سياسي ما بالعنصرية على سبيل المثال ضد السود بيقوم بعين رئيس أسود أو لما بتم اتهام فصيل سياسي باضطهاد الأقليات بيقوم بيجيب أحد ممثليها الأقليات وبحطه داخل البنية السياسية نحنا بنقسف إذا صار بعض التجاوزات على بعض إخواننا المسيحيين الموجودين في البلد أو بعين امرأة كرئيس لمجلس الشاب طيب وشو هذا النوع الثالث؟ التظاهر بالتغيير يعني لما بيجي المجتمع الدولي بيقلك العاب غيرة يا حباب أفشناك بتقوم هاي الأنظمة السياسية شو بتقول؟ خلص خلص والله التوبة رح تغير الله وكيلكون حبقى إنسان جديد يعني الاتفاق النوي الإيراني مع المجموعة الدولية هات شو؟ تظاهر بالتغيير محاولات إدماج المرأة السعودية بالحراك المدني أو السياسي أو الثقافي هذا شو؟ طيب وعنا بالوضع السوري مليان قصاص بس آخر وحدة هي النهفة تبع جبهة النصرة وأميرة الفاتح أب محمد الجولاني يحرق حريشو أما النظام السوري من كتر ما حاول يتظاهر بالتغيير فصار مثل الراعي الكذاب ما عد حدا أصدقه هل رأيته فعلا يا بني؟ نعم كان عليكم الحضور مبكرا مشان هيك لجأ للمجموعة الرابعة ويلي هي شوية حزراك تغيير طابع المشكلة ما هيك؟ تمام يا عيني عليك يعني لما بلشت الثورة في سوريا وعرف النظام إنه محصور بالزاوية مزروك شو عمال؟ طالع كل السجناء يلي إلهم خلفية جهادية والمتأسلمين وتجار الإسلاح وفلتهم بالبلد ليشحد عليهم ومن ثم ورد المشكلة بعدها إلى دول الجوار يا لطيف يعني الملمع العجيب ما دائما بلمع أحيانا بشحوي سننسى أن هناك أوروبا على الخارطة؟ أين بدي أولا هاي تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير؟ هلأ بدي أولا؟ سجلت؟ خلصت؟ تابعونا كتبوا تحت أبو هماش على طريق التحرير